أبروك سلة النادي الأهلي الحقيقة رابع بطولة السنة دي تدخل دولاب النادي الأهلي من السنة سيدات زي ما قلت لحضراتكم طولة القاهرة والمرتبط والسوبر المصري وكاس مصر يبقى بطولة واحدة وهي طولة السوبر المصري إن شاء الله عشان تكون العلامة الكاملة نتمنى إن شاء الله كمان التوفير لفري الرجال بكرة إن شاء الله ونتمنى لفري السيدات كرة طائرة اللي بياخد المنافسة دلوقتي أو منافسات جيم وان أو أحداث مباراة جيم وان في كرة طائرة سيدات في نهائي الدوري يمكن النتيجة 2-1 حتى الآن لنادي زمالك ولكن إحنا راحين في شوط رابع أتصور المباراة أو المباراة النهاردة وبكرة مش هتكون بالمرة سهلة كل آخر نقطة في المباراة كل التوفيق لفرقنا أسبوعين مهمين جدا في الألعاب الأخرى في النادي الأهلي بدت بالدوري طيب خلينا نروح لأرض الملعب ومرسلنا محمد توفيق ولقاء مع طبعا عريس الليلة النهاردة ونجم النادي الأهلي السابق ومدير فني فريق السيدات الكابتن طاري خيري تفضل يا محمد براحب بيك من جديد كابتن هيسم ألف مبروك لحضرتك لديفة كرام لجمهور النادي الأهلي في كل مكان بطولة جديدة بتخش دراب بطولات النادي الأهلي والبطولة الرابعة تحديدة لفريق الباسكت بنات السنة ألف مبروك كابتن طاري البطولة الرابعة أخطر حجم خلينا سعيد وخليها حتى حراك سعيد انتكلمنا قبل المباراة في كل موقع الفنانك مركز قوي مستني بس توفيقه ربنا يكون معنا مركز وقتلت زي ما قلت الطموح اللي كان عند الجزيرة بدري بدري بالشوت الأولاني وسهلت المباراة على نفسك وعلى عابتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لو أنا عمل سنانديو للجيم إنه يطلع بالشوت الأولاني والتاني بالحلوة دي مش هيطلع بكمية التركيز والديفنس باستثناء بعض المستيك بنهديها طبعا أولا تحياتي لكابتن هيسم واللي هو ديوفو بنهدي طبعا الجيم ده لجمهورنا ومجلس الأدوارة ومشيات الرياضية واللعيبة اللي دايما تعبانا معايا ومستحملة عصبية الواحد فالحمد لله رب العالمين يعني ممكن النهاردة الطايم قوت في وقته قوي السيناري اللي حداك زي ما اتكلمنا فيه اشتغلت بي على المباراة والحمد لله التوفيق كان معانا يعني اقول لي باقدرت المباراة ازاي فنيا ووجهة نظرك قبل المباراة وأثناء المباراة كمان احنا اتكلمنا قبل المباراة ولتقول لك انا بمعملش حاجة اوفر انا بمرن على بعمل ميتينج فيديو وممرن تمرينة على مميزات وعيوب الفرد التانية ايه الصغرات اللي ممكن نعملها في الدفنس في الوفنس وحنا بنهاجم بندفع ازاي هندفع على المحترفة ازاي مين عنده شويت مين عنده بيلعب انسايد كلها كلها معلومات فردية لكل العيب بنقولها لو العيب مركز في اللي بيتقال انت بيتقلل الاخطاء اللي عندك وبالتالي بيحصل زي محاصة في الكورت اولان والتاني الحمد لله نعمل ينجد ترانزيشن النسب كانت عالية فده ده السيناريو بتاع اي جيم مهما كان وقته حتى لو فينا احنا بنعملش حاجة اكبر من الحجمة كابتن طريع دي البطولة الحمد لله السنة دي بطولة منطقة القاهرة دور المرتبط بطولة السوبر والنهارده كاسمس جمهور النادي لان ما بجعلش بطولات حاجة كنت العيب كبير في النادي الاهل وعارف يعني بطولة السوبر بقى الدور السوبر تقول الجمهور ايه وهتعدلها زي ما دلوقتي احنا بنلعب عشان الجمهور وبنمرن عشان الجمهور طول ما احنا حتى والله بيقولها للبنات ان اكسب عشان تبسط جمهورك ده الدل هدف وده التارجت الاولاني او النادي الاهل مجلس ادارته بالنشاط الرياضي بالاجهزة الفنية شغالة عشان تسعد الجمهور في نفس الوقت انت بتعمل تاريخ ليك وتاريخ للبنات بس المقام الاول التارجت تسعد الجمهور ان شاء الله في دور السوبر احنا خلاص هنقفل الصفحة دي 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 كلمة كابت كابت المحمود القطيب دايما في كل الاجتماعات دي صفحة وتقافلت هنركز في اللي جاي احنا ان شاء الله بكرة يوم واحد بس راح عشان العيد وهن مره ناربع وخميس وهندي يومين اجازة في العيد ونكمل عندنا سيمي فاينال دور السوبر اتنين خمسة فده احنا هنستعدلوه ان شاء الله يا ربنا يكرمنا ونقفل الخماسية السنية شكرا كابت المطاري بتنعلكم التوفيق ودائما بسنى منكم بطلات كتلو يا رب شكرا شكرا دعوتك شكرا كابتن هيسم داك اللقاء انا زي ما حراكو قلت ووصفت عريس اللقاء النهاردة كابتن طاري خيري مدير الفن الفري النادي الاهلي يا رب دايما النادي الاهلي في بطلاته وانت صراته دايما يا رب رقم واحد كما هي كابتن هيسم اتفضل محمد بشكرك شكرا جزيلا يمكن زي ما حضراتكم سمعتوا يعني اكيد المكسب ما بيجيش من الفراغ كابتن طاري خيري من المدربين وكنا بنتكلم يعني وهو بيتكلم في اللقاء انه هو من الكوتشات على الخط التقيلة حتى يعني يمكن كابتن طاري خيري من المدربين القليلين اللي يكون هو الوحيد اللي نجح مع الولاد مع الرجال واخد أفريقيا واخد سوبر واخد مرتبط وكأس مصر ونجح ايضا مع السيدات يمكن ده حالة فريدة كابتن طاري خيري وده يثبت مش من فراغي يثبت ان كابتن طاري خيري يعني يعني موهبة على الخط بصراحة هو حتى هو العيب كان يعني دماغه حلوة جدا في الكاتشانا والتبديلات والتغيالات انه كان صنع على لعب مميز